مرحبا شباب الصبايا بهذا الفيديو الجديد اللي بدي احكي فيه عن مسجل الشاشة كيف تسجل الشاشة وبنفس الوقت تتحافظ على عدد الفريمات مثل ما انك شايف انا هلأ ما عم سجل الشاشة في طريقة لانك تعرض ال120 فريم بتنزل تقريبا ل90 ما اقل من 90 بصراحة حتى وانا عم سجل الشاشة ولكن بالتم اللعب السلسة عم محكي انا هون على جهاز سامسونج 7 تمام؟ فهلأ هون رح اللعب جيم سريع ورح نزل بمنطقة شوية بعيدة مشان نجرب نعمل هاي التجربة الصغيرة عم انا لعبت جيم قناصات بس مشان ننزل بمنطقة ايكونة اعتقد رح ينزل معي احدة مو الهدف اكيد انه نلعب جيم الهدف انه نجرب هلأ متل ما اك شايف هون في عندك 120 فريم تمام؟ هلأ اذا سجلت بمسجل الشاشة لسامسونج شوف شو حصير اوكي لانه شو عم يعتبر عم يعتبر عم يعتبر انه هو عم يعمل شير سكرين لجهاز ثاني حتا بتحس صار في لك لانه صار في الهدف الهدف الرفيش ريت للشاشة عم ينزل لما عم ينزل بسامسونج صير اللعبة شوية تقيلة عم يعتبر انك انت واصل الجهاز على على شاشة خارجية متل كأنك عم توصل عم توصل على شاشة خارجية لهيك ما بنصحك تستخدم مسجل سامسونج هو جميل وبيعطيك دقاء حلوة لكن مثل ماك شايف عم يعتبر انك انت واصل الجهاز على شاشة خارجية فرح تكون اللعبة دائما أبطأ والصوت عم يجيك متأخر فما بنصحك بهذا الخيار بنصحك بخيار تاني اللي هو مثل ماك شايف انو وقفتها لتجيل الشاشة رجع اعطاني 120 طبعا 120 سابتين اذا كان ما في اشتباكات ومعنى نهاية الجيم بصار في نهاية الجيم بصير عطول بتنزل الفريمات شوي ولكن ما بصيفي لايك مهم اللي بنصحك فيه صديقي انك تستخدم واحد من التطبيقين الاول اللي هو ال ADV Screen Recorder هذا التطبيق كويس حلاوة هذا التطبيق انو بيعطيك خيار اللي هو انك سجل بـ Resolution 1440 يعني 2K عم تحافظ على جودة الشاشة وبنفس الوقت عم يعطيك الفيديو Bit Rate عالي اللي هو 15 ميجا بالثانية يعني بكل ثانية عم يستخدم عم يخزنا بساعة 15 ميجا يعني عم يعطيك مجال اوسع بينما اذا عملت 2 ميجا فالكل ثانية عم يخزنا بساعة 2 ميجا ما يعطيه حجمه تمام هم بصيفي تفاصيل اكتر بالاضافة للفريم بيعطيك 60 فريم بالثانية طبعا هاي اللي منشئي المحتوى كتير حلوة وراح سجل وشوف الفرق بينه وبين مستجل سامسونج ان شاء الله بس ما كومتت ما متت نسا تمام ليك الفريمات تمو هون 120 وانا لا تنسى عم تسجل ما بافي زنبيني هون كيف ها نسعتني عم تسجل ولا بي نسعتها خفيفة يعني دل لعب هلا هذا بالنسبة للخيار الاول بيعطيك جودة حلوة كتير للشاشة ولكن في خيار تاني اللي بصراحة اللي انا بستخدمه ولكن هذا الخيار جيد جدا الخيار التاني اللي هو AZ Screen Recorder طبعا هاد البرنامج غني كتير عن تعريف وقديم كتير بالسوق فكذلك الامر اذا رحت لهون رحت تلاقي كمان بالسيتنج طبعا هنبسجل بهذا التطبيق فراح تشوف كتير كمان بالسيتنج رحت تلاقي نفس الحكي تقريبا جودة اقل تقريبا لا والله هي 1440 كمان جودة 2K والبيتريت هون نسى اكتر 16 ميجا والفريمات 60 فريم وحتى هون بيقولك انه الاوديو لا انا ما بدي الاوديو او لا بدي الاوديو بس الانترنال هاي بس شفت هاي الانترنال اوديو يعني بسجل لك الصوت طبعا اللعبة فبعتقد هات البرنامج هو جيد جدا لمنشئي المحتوى انا بصراحة بستخدم هات البرنامج حتى شوي اكل من الفريمات اكتر من هداك الفريمات تقريبا 120 والجي بيو اكيد رح يتحمل عبق ولكن ضمن المعقول يعني دايما 88 اوكي تمام ما كتير عم يتحمل ولكن انا عم سجل شاشة تحيات للجميع وبيدي دايما نزل هيك فيديوهات قصيرة بحيث انه ما دايير لكم اخلاقكم بشكل اساسي وكمان بنفس الوقت تعمل فائدة تحياتي شباب للجميع ولا شوفكم بفيديو جديد تعبلوا مني اطيب التحيات من قناة كالبا سايانس سلام